اشهد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس امناء المرصد العربي لحقوق الانسان رئيس البرلمان العربي بالبرنامج الطموح الذي وضعته مملكة البحرين لتوسيع المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة وادماجهم في المجتمع وذلك في اطار الرؤية المستنيرة لجلالة ملك البلاد المعظم والتي تؤكد دعم جلالته لتطبيق اعلى معايير ومبادئ حقوق الانسان وثمن العسومي مبادرة التنسيق مع الغطاع الخاص لتوفير فرص العمل ضمن برنامج العقوبات البديلة التي تأتي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المعظم بما يعزز من مسيرة التنميات الشاملة لمملكة البحرين مشهدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة التوسع بتطبيق قانون العقوبات البديلة بما يكفل تعزيز الاستفادة منه وتحقيق غاياته النبيلة للفرد والمجتمع كما اشهد العسومي بجهود وزارة الداخلية بتطبيق قانون العقوبات البديلة وما شهدته من نقلات نوعية في فترة قياسية في مجال حقوق الانسان